نحسب سيليك عشرة نشوف انه برجع معنا هاي مساحة المقطع ثمانية وسبعين عندنا مساحة مقطع الآن ثمانية وسبعين ونصف بدنا نحسبها نحولها للدزيم نشوف انه بتطلع معانا عشرة او لا بناء على هذا القانون طيب الآن ننتقل للحاسبة طبعا مساحة المقطع كانت عشرة دزيم اللي هي ثمانية وسبعين ونصف خلونا بس نقل بالآل الحاسبة على اساس انه تعطينا بالجذر طيب ثمانية وسبعين ونصف قلنا القانون بحكي اثنين ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي ثلاثة واربعاش بالمية الكل تحت الجذر طبعا اثنين مش تحت الجذر خلونا نحسب ثمانية وسبعين ونصف تقسيم اللي هي مساحة المقطع تقسيم الباي اللي هي ثلاثة واربعاش بالمية بطلع معانا خمسة وعشرين طبعا احنا عنا جذر الخمسة وعشرين مساوي خمسة والآن مضربها في اثنين بطلع معانا عشرة فاذا طلعت معانا مساحة او القطر عشرة اللي هي استنتجناها من هذا القانون اللي هو اثنين ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي تحت الجذر حسبناها وطلع معانا عشرة ديزيم وهيك احنا بنحسبها بس بدي اكررلكم اياها المعلومة اساس انكم تحفظوها اول اشي القانون بيحكي اثنين ضرب طبعا هاي اثنين ضرب مش تحت الجذر لحالها مساحة المقطع تقسيم الباي اللي هي ثلاثة واربعتاش بالمية المساحة المقطع والباي تحت الجذر بنحسب اول شي مساحة المقطع بنقسمها على الباي والرقم اللي بيطلع معانا بنحطه تحت الجذر وبعدين بنضربه باثنين والناتج معانا بكون هو القطر سلكين سبعة ديزيم معلش انا حاب اعطيكم مثال ثاني اه مثلا انا عندي سلكين بدي اعطيكم مثال معروف بيكون بالنسبة لكم اه بدنا نحسب سلك سبعة اه ديزيم او سلكين سبعة ديزيم اه بنحسبه مع السريع بنحسب مساحة المقطع اه السبعة ديزيم طبعا هذا القطر تقسيم اثنين عشان ناخذ نص القطر بطلع معانا ثلاثة ونص ضرب نصف القطر اللي هو ثلاثة ونص برضو بطلع معانا ثلاثة وربع نضربها هسا في الباي اللي هي ثلاثة واربعتاش بالمية وتساوي مساحة مقطع سلك سبعة ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين انا قلت انه عندنا سلكين مثلا عندنا سلكين سبعة ديزيم بدنا نحولهم لسلك واحد ونعرف شو هو السلك طبعا مساحة مقطع سلك سبعة ديزيم ثمانية وثلاثين واربعة بالعشرة اذا هاي نضربها في اثنين اللي هو عندنا سلكين بطلع معانا ستة وسبعين وتسعة بالعشرة ستة وسبعين وتسعة بالعشرة هاي مساحة المقطع المطلوب الآن أعرف أنا شو القطر اللي بيساويها أنا ما بعرف فبدي أحسبها بالقانون اللي هو حكينا عنه اثنين ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي الكل تحت الجذر فبنحسب أول شي مساحة المقطع بنقسمها على الباي عندنا مساحة المقطع اللي طلعناها تبعد سلكين السبعة ستة وسبعين وتسعة بالعشرة تقسيم الباي اللي هي ثلاثة وأربعة عشر في المية بيطلع معانا أربعة وعشرين وأربعة طبعا أربعة وعشرين وأربعة الآن بنحطها تحت الجذر أربعة وعشرين وأربعة تحت الجذر تساوي أربعة وتسعة الآن بنضربها في اثنين تكمية القانون وتساوي طلع معانا تسعة وثمانية بالعشرة يعني 10 ديزيم هذا الناتج الآن هو بالديزيم 9 و 8 بال 10 يعني 10 ديزيم إذن سلكين 7 ديزيم يساوي سلك 1 10 ديزيم طيب و زي ما شفتوا الحمد لله احنا حسبناها مساحة المقطع وحولنا من مساحة المقطع إلى ديزيم بناء على القوانين هاي وهي القوانين أنا بحب أقرب لكم إياها على أساس أنه أنتوا تأخذوا لقطة للشاشة على أساس تحفظوها بس أهم ملاحظة بالنسبة للقانون هذا اللي هو تحويل مساحة المقطع إلى ديزيم في البداية بتقسم مساحة المقطع على الباي اللي هي 13% دائما ثابتة بتقسم مساحة المقطع على الباي وبعدين بتحط الرقم الناتج تحت الجذر والناتج من الجذر بتضربه في اثنين بيطلع معاك القطر الناتج بيكون القطر وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هذه المعلومات ولا تنسوا زي مبوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته